هذا ويتوجه حجاج بيت الله الحرام غدا الاثنين الموافق الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية إلى صعيد ميناء اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غضون ذلك أعلنت وزارة الحج والعمر السعودية إصدار مليون وثمانمائة ألف تأشير إلكترونية للحج في وقت قياسي في موسم هذا العام بملابس بيضاء ووجوه مستبشرة أدى مئات الألاف من الحجاج طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل الانتقال إلى ميناء لقضاء يوم التروية وصعود جبل عرفات في مستهل مناسك حج ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا داخل المسجد الحرام وقف مسعفون على أهبة الاستعداد في مواقع مختلفة فيما كان متطوعون يدفعون الكراسي المتحركة استعدادا لمساعدة كبار السن والمرضى مما لا يستطيعون المشي مسافات طويلة شوارع مكة المكرمة امتلأت بألاف الحجاج من الجنسيات كافة بعدما سمحت السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم وزارة الحج والعمر السعودية أعلنت أنها أصدرت مليون وثمانمائة ألف تأشير إلكترونية للحج في وقت قياسي في موسم هذا العام فيما تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج من مائة وستين بلدا هذا العام وكان الحج العام الماضي قد اقتصر على تسمائة وستة وعشرين ألف حاج بينهم سبعمائة وواحد وثمانون ألفا من الخارج وذلك بعد عامين من اقتصاره على بضع آلاف من سكان المملكة وحدها بسبب الجائحة واستعدت السلطات السعودية لهذا الحدث الكبير بإقامة الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات حقيق بيت الله